يتابع حتراً على من الصغر وأكبر أنت اليوم يوم قلت ميتك الكلمة أنت قلتها قبل أشياء قلت الكلمة مادامها ما طلعت منك فيه ملكك بس مادامها طلعت منك فهي ليست ملكك حتى الحركة اللي قاعدت تسوي أنت في التلفزيون ليست ملك لك الآن أكيد بطبيعة الحركة أنا شاهدك الصغير والشاهدك الكبير فأنت الآن محاسب محاسب لا من قفل الكاميرات براحتك اشترك كاميرات لما قفلت وانتوا إياها خاصة لحالكم راحتك وبعد ذلك لكل مقام ما قال ما يطرح في السناب مهم مثل ما يطرح في التلفاز أكيد في طبيعة الحال وضحت الفكرة ولا ودي أقطع واردك أسلم لا أنا قلت لك أنا أصلاً قلناحنا في محورنا الأول اللي قبل أن نتكلم عن الشباب اللي في كيريزما أو في البرامج المشابه لكيريزما عند البرنامج قادم الآن جاهل الطريق اللي هو السوق الظاهر اللي الآن ما حد الدرس أنا أقول طال عمرك وعمر بني أسمع عمرك دائماً الكلمة أنت مسؤول عنها سواء في مجلس أو في السناب أو في غيره ما يلفظوا من قول إلا لديه إلا لديه رقيب ونعتين يا صلى لكن تزيد المسؤولية على الإنسان اللي يبث شيء للناس كونك تحسي على نفسك ولا تصرفاتك الشخصية هذه مسؤوليتك أنت وبصرك لكن أنت تقدم محتوى للناس وش المحتوى اللي تتقدمه وش هالمحتوى هل هو ينفعك عند الله أو يضرك هل هو يقدمك ولا يأخرك هل هو يرفعك ولا ينزلك أنت الميزان في داخلك كثلا يعني إذا ما كان هناك عندك ميزان في داخلك لوزن هذه الأمور معناته أن عندك خلل في الرجولة لأن الرجولة هو شيء الرجول هي مجموعة تفعال وأقوال وتصرفات يحكم على الشخص من خلاله وبالاتزان بالاتزان لأنك أنت حتى يقولون فلان رجل فلان كفو علي أساس بالمعطيات اللي يرونها فيك بالخصائص اللي يشوفونها فيك فأنت الآن لمنك من أول يقولون الخبلان ما يعرفهم الأهلهم لأن الخبلان يعرفونهم من الأرباق من أشهد ليش بالإعلام لأن بدل الخبل يظهر إخباره للناس ويدرون الناس وش اللي وراء وحن نتحمل جزء من المسلمين حننا الآن يا أبو هذا شر اللي لا بد منه كونك تتابع ولا تتفرج ولا هذا شيء اليوم يصبح في يدينا اليوم كنا نتكلم عن القراءة تكلم عن الكتاب تكلمنا عن معرض السقور تكلمنا عن معرض الكتاب وتكلموا بوراكان عن الكتاب والقراءة قلت واش تقول يا بوراكان في هالسوشال ميديا اللي حالة بيننا حنك قراء لأنني نعمت من نفسي من القراءة لأنني أنا نهم في القراءة في وقت من الأوقات ماذا تقول لنا إذن أنت معي في الجو نعم أنا من عشاق القراءة أنا من عشاق القراءة وكانت يعني وجبة رئيسية لي في اليوم لكن لا أخفي كل وسائل التواصل اليوم اجتماعي أثرت فينا أنا كان عندي مكتبة ولا زال أتبشر كنا موجودة لكن والله أنا حبيسة الرفوف من أول كنت أرثع فيها طلع من هذا وأخذ من هذا وأبحث في هذا وأكتب على هذا وأستخرج من هذا لكن من يوم جهتنا أتواصل على التواصل حتى البحث من أول أجد له لذة لما أبحث عن حديث وإلا معلومة أدخل للقواميس أذهب عن الكتب أبحث ترسخ المعلومة تبقى عندي أنا عندي معلومات مثل أذيسة موجودة الآن وأحفظها صم بالصدق ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله الآن المعلومة اللي أنا أخذها من الجوال ما تثبت ما تثبت وقتية أبعلمك بهذا الحب لأي طلعته من المجلس لو تنشدني عنها ميح ما عدي شيء لكن أرجع الموضوع على أساس أن ما ننتشعب على المشاهدين أقول إذا وصلت للقمة اسأل ربك الثبات إذا وصلت للقمة وثبت في وسائل للثبات أولها صلتك بالله أصلحها الأمر الثاني الأمر الثاني صلتك بوالديك وبرك بوالديك يا سلام الأمر الثالث اختر لنفسك جديسك فإنك تختار مكانتك في المجتمع وسلامتك الله يرضى عليك يرفع قدرك الأخوان كلمونا بس عشان الأذان أمون عليك يا ابن رميثة أخوي مصفر أمون عليك خليه يذني بني أسمع صوته يلا تم إذا جيت المسجد علمونا تمام مسد ملثة هو رفيقي بعد العشاء ماشاء الله بسكيت ميدي هو بسعود معي خلاص مغرب خلى عندي هو بسعود معي لكن عقب العشاء بيطلع علينا بطلالته المعتادة بن رميثة المبدع وبيكون لنا إن شاء الله بإذن الله أسمع بسعود ونقفنا انتهيت أنا من كلامي يقول يعني هين ثلاثة عوامل تعينك على الثبات على القمة طبعا القمة رأس وهي طاعة الله عز وجل أحسن صلتك بالله عز وجل وحصل الصنة بينك وبين الله عز وجل يصلح لكل شيء ثم أحسن صلتك بوالديك ثم اختر جنيسك بعناية بعناية لأنك تختار مكانتك في المجتمع باختيارك لجليسك بس أنا اختصرها فيها ثلاثة نعم وهذه دائما والله دائما حتى ترى أقول لماذا الطلاب في المدرسة بحكم أنهم يعني في مرحلة المراهقة وأقولها كذلك المتسابقين يوم أننا في الليل نعيش معهم ترى باستمرار يعني نجي في فقرة ما نطرع على طول أقولكم من حبنا انتماء للقناة مفهولا ساعة ثمان أمشي الليل أقعد إلى 12 إلى وحدة والله بعض الأحيان ونصل الفجر هنا من حبنا الانتماء وتداخلنا مع الشباب لكن في نقطة مهمة قبل يأتي الأعذان وديع الرجع عليها يا بس ترى الشهرة فيها فتن تمام وقد يفتن كحد في دينك قد يفتن كحد في أخلاقك في مرؤتك الجوال اليوم لو فتحت الخاص بتعين العجب العجاب نعم صدق وفي آت من الناس يعني أصابع لديك بيب سور فيها الطيب الصالح وفيها الطالح نصيحتك للشباب اللي أعمالهم الآن 19 21 22 25 27 30 35 37 نصيحتك لهم العالم كله بتتوجه لهم الجمهور هذا الغالب الغالب غالبيتهم بعد أكثر الغالبية إن شاء الله الأمرهم طيبة لكن فيه مجموحة بسيطة قد تفتنك في دينك في أخلاقك أكيد أكيد ومو تعليقك عليهم حنا واجهناها حنا واجهنا أنا يراعد على الصعيد الشخص شبه يوم يتلعى واجه نعم هذا الكلام حنا في السناب شبني شاير لحي تبيضه والله ما سلمت من هالأشياء لي تذكرها الآن لكن أنا أقول بارك الله فيك يعني في وجهة نظري إن الإنسان إذا أحسن صلة بالله عز وجل عرفته فعل المراقبة الداخلية إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطبيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الله أكبر والله إذا فعلت هذه الخاصية عندك فعلت خاصية المراقبة الذاتية والله تعبر كالجمن كالأسد لا يضرك من خذلك ولا يضرك من اعترضك لكن إذا كانت هذه الخاصية فيها ضعف ولا ما فيها تحديث ولا مشكلة مشكلة ولا كذا ترى هي انتاب سوى كبير ولا صغير ترى الكلام هذا بعض الشباب الصغير يمكن عنده مراقبة ذاتية أكثر من بعض الشباب صح لكن طالما أنك تفعل هالمراقبة ولا تفعل هالمراقبة هلا بحسن الصلة بالله دائما إذا استشعرت نظر الإله إليك فإنك تعيش في سعادة ما يعيشها أحد سواك الله وك المراقبة الذاتية المراقبة الذاتية أذكر أذكر الشيخ عبد الله العيدان إذا كان اسمه صحيح من طلبة العلم كان عندك كتاب صغير أيام الكتابات تنشر وتوزع الرسائل الرسائل الكتاب صغير مكتوب في المراقبة الذاتية من أجمل مقرات في المراقبة الذاتية فعل يا أخي حينما نبي سلم كان جالس ودخل عليه أبو بكر وكان يزار نبي سلم جاي نمكن لحد ركبته كاشف عن ساقي كاشف عن ساقي فدخل أبو بكر ما غير النبي سلم جلسته ولا هيئته وجلس طبعا بعدما سلم ثم دخل عمر وسلم وجلس ونبي سلم لم يغير جلسته ولا هيئته نعم فحينما دخل عثمان غير النبي صلى الله عليه وسلم جلسته وهيئته فجاء في نفسي أذكر عمر فسألوا النبي سلم فرد عليهم النبي سلم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة يقال يقال إن صح أن حتى كان يقضي حاجة يغطي وجه الله يكرمك يكرم الملائكة يكرم السامعين من شدة حياءه من الله عز وجل ما يبي ربي يشوفه في موطن ما يلق بمشاهدة ربي له الله شف ما يبي يجعل ربي يشوفه في موطن هو ما يحب ربي أنه يكون موجود فيه الله الله ولذلك أعظم درجات الحسن المراقبة المراقبة الحسن هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يا خلوت الدهر يوم فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب لما دخلت المرأة من بني إسرائيل ألجأتها الحاجة إلى تاجر من تجار من بني إسرائيل وترددت عليها أكثر من مرة تريد يعطيها من الماء قال لا أعطيك عدت تمكنينني من نفسك فألجأتها الحاجة ليرانا يرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة السوداء يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا أخي إذا استكشفت أكتع واردك واسعود فضل يا حبيبي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول وأجمل توبة نحن نسمع الأذى ما شرائك توكر على الله بسم الله عطونا الأذى عني الربيع ونرجع ونرجع حديث معكم يلا